أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأول وقليل من الآخر على سرر مضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلد بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يوزف وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثل اللؤلؤ المكرون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وغل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنسأناهن إنساء فاجعلناهن أبكارا عربا أترى لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يسرون على الحيث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعزاما أئنا لمبعوث أو آباؤنا الأول قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى بيقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زق فمالئون منها البطن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزررونه أم نحن الزريعون لو نشاء لجعلناه حطما فزلتم تبكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه حطما فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنزلون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبن فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكم لا يمسه إلا المطهر تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مضهنون وتجعلون رسقكم أنكم تكذبون فلولا إذا غلغت الحلقم وأنتم حينئذ تنزرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقرب فروح وريح وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فانو ظلم من حميم وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين إن هذا لهو حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة الله وبركاته شكرا للمشاهدة